وبالتالي نتيجة الدراسات اللي اتعملت ما بين مصر وما بين ألمانيا وما بين أمريكا قادرنا ان احنا نوصل لمجموعة من التحسينات على جودة العلاف نفسه وتقدر تحسن الموضوع ده وخلي اقول لحضرائك ان لقينا الاكتشافات دي كمان بتصبف مصلحة الانسان مش بس كأنتاج لكن كمان حم نستخدم الحيوان ده كمدل للانسان يعني فيه تجارب انا ما قداش اعملها الانسان محتاج استخدم حيوان عشان اعمل الموضوع ده فعلى سبيل المثال من اضعف الفترات في مراحل الحيوانية مرحل الحمل والولادة ممكن حتى في الانسان وبالتالي نشتغل الحيوان ده والبقرة دي بيكون تحت استرس او ضغط رهيب جدا تغيرات هرمونية بتحصل عملية الولادة وانتاج اللبن وانتاج السرسوب عملية مكسفة جدا ومهيدة جدا المناعة بتنزل لأقل مراحلها 90% من الامراض اللي بتيجي البقر بتيجي بعد الولادة في خلال شهر فلو انا قدرت اخلي البقرة دي او الام دي تاخد اقصى كمية من الانتاج في فترة قبل الولادة احنا نتكلم 21 يوم مستقبل الولادة صحيح مفيش انتاج لبن للانتاج بيحصل بعد الولادة لكن دي دي الفترة اللي انا بأسس فيها الحيوان دي التأسيس بتاع المبنى اللي هطلع بعد كده الادوار الكتيرة اللي انا مستنية منه فعلى سبيل المثال لقينا ان اضافة اضافة بسيطة جدا من حاجة اسمها المسيونين المسيونين ده عبارة عن حمض اميني ده واحد من المكونات الاساسية للبروتين المسيونين ده الجسم الحيوان ما بيقدرش يصنعه وبالتالي لازم اننا قديه الحيوان من مصدر خارج وبالتالي عملنا مجموعة من الدراسات حتى نشوف ايه انسب جرعة للمسيونين ان احنا نقدر نديها للام الحامل دي اخر 21 يوم بس قبل الولادة ودي فترة النمو المكسف للجنين فانه هنا مش بس بغذي البقرة انا بغذي الجنين الجديد اللي هو يعتبر بالنسبة لمستقبل المزرعة او مستقبل المكان فانا عندي الام اللي هتنتج للمستقبل القريب وعندي كمان المستقبل السوروح الحالية والاستثمار القادم بالظبط ودي معنى الاستدامة ان انا اعايز احافظ على الانتاج اقصى مدة ممكانة بأعلى جود وبالتالي لها ان اضافة صغيرة جدا من المسيونين بتامل حاجات رهيبة جدا فعلى سبيل المثال في الأم لأنها بتقدر تزود إنتاج اللبن للأم 3 كيلو زيادة في اليوم نحن بنتكلم على سعر اللبن النهاردة في الأسواق بنتكلم على بالضبط فمنتكلم على تقريبا أن الرأس الواحدة بتجيب لي 30 جنيه زيادة بتكلفة بسيطة جدا أنا بقدر أعملها لكن كمان ابتدأ ندور على المناع لأن المسيونين ده من العناص الأساسية اللي بتغزي الخلايا المناعية ولو أنا قدرت أحافظ على عدد خلايا المناعية كبير والكفاءة بتاعتها عالية هتقدر البقرة دي تقاوم الأمراض وبالتالي الأمراض اللي كنا بنتكلم عليها 90% من الأمراض اللي بتحصل للبقر بتدت إنها تقل جدا المسيونين كمان بيدخل في مضادات أكسادة مضادات أكسادة ببساطة الكبد ده ده المايستر بتاعة التمثيل الغذائية ده المايستر اللي بيخلي الجسم يستفيد من كل العناصر الغذائية اللي أنا بكل أهم غدة موجودة في الجسم وأكبرها بالضبط أهم عضو وبالتالي لنتيجة التغيرات الهرمونية والتغيرات الفيسيولوجية اللي بتحصل للكبد ده الكبد ده بيبتدي يتحمل بكمية كبيرة من الدهون وبالتالي كفاءته بتبتدت المساهمته في المناعة بتبتدت المساهمته في الاستفادة من العناصر الغذائية بتبتدي تقل وبالتالي لأن المسيونين ده بيدخل كمضاد أكسادة بينضف الكبد ده بعد الولادة وبالتالي الكبد يفضل مستمر في الكفاءة بتاعته شكرا